موسيقى ومعورة السنواتي تتشاهدون سكان هذه المنطقة بأن الوضع ديانهم لا يختلف كثيراً على ما كان في كارين سنترال بالعكس بأن داخل كارين سنترال وكالوسط مدينة الداربين جميع المرافق الاجتماعية والإدارية قريباً لهم الآن يجب عليهم جهود كبير باش غير يوصلوا للمرافق الإداري من المرافق التي تتوجد بإقليم المدينة من أجل مناقش القادية دينا استضيف سعيد عتيق مستشار بجماعات الهنويين سي سعيد مرحباً بك أهلاً وسهلاً شكراً أخواني في أنفاس برس بدايةً وش أتفق مع الرأي اللي تقول بأن الوضع في كارين سنترال والحيل المحمدي كان أفضل كثيراً مما هو عليه الحال في جامعة الهرويين بالنسبة للناس اللي تتنقلوا من الحيل المحمدي إلى الهرويين بالنسبة للموضوع اللي حتى نكون موضوعيين يعني أولاً السكنة في براكة بين القوسين وفي كارين ليست هي السكنة في مدينة بالمواصفات اللي كانت في مدينة العمران ولكن هذا لا ينفي أن في الهرويين يعني الناس اللي ترحلوا الهرويين حالياً يعني يجدون ويعيشون إكراهات يومية مدة أكثر من عشر سنوات نعم لم تبقى هناك حرائق لم تبقى هناك قطرة كما نقول إلى خيره ولكن كان أملنا بل أن الوعود التي استقيناها ومدّونا بها الناس مسؤولين اللي كانوا مكلفين بترحيل أبناء كارين سنترى للمدينة العمران بما فيهم الداخلي بشخص عمالة تسعين سبع الحين محمد مؤسسة العمران ومكتب الدراسات يعني أعطونا واحد الوعود في لقاءات متعددة بأن الترحال ديل سكان كارين سنترى سيكون في ظروف جيدة وأن منطقة استقبال ستكون متوفرة فيها كل شروع العيش الكارين لا سيامة وأن الملف ديال الترحيل يصهر عليه صاحب جلالة الملك محمد السادس حسب قول جميع هذه المؤسسات اللي كانت تصهر على الملف ديال كارين سنترى وليس في مرة واحدة بل في كل اللقاءات دائما يرددون بأن صاحب جلالة هو الصاهر على هذا الملف دائل أخير على أعين عشر سنوات الآن مرت الساكنة ديال الحين محمدي المنطقة ديال العمران ولكن لدينا نصنا فاصة فاصة مع جملة من المشاكل أولها وسائل النقل كما قلتين الآن كي العيش الكريم داخل المنازل والبيوز ما كيش نقارنوا بالراكب والمنزل ولكن المرافق الإدارية والجتماعية بخير مشكلة عندكم فيها تماما كان مرافق يعني ما غننكروش ما كانش مرافق ولكن المرافق المتاحة حاليا في مدينة العمران لماذا تقول العمران لماذا تقول العمران لماذا تقول العمران السكنية لأن جماعة الهرويين كانت بالأمس القريب كانت بلدية كانت الإمكانية ضعفة نظرا للكتب السكنية إلى آخرية ولكن بين ليلة وضوحاها أن يتم ترحيل شبه دويلة إلى جماعة الهرويين فبالأحرار على السلطات المعنية سواء لسهرات على ترحيل الساكنة أو لا السلطات لاستقبلات هذه الساكنة أن كان يكون بنتهم واحد التفاهم كيف يمكن أن نؤسس أو نحضر اليوم واحد الأرضية لغدا تكفي الساكنة من حيث المرافق يعني تنقلوا المواطنين بدون توفير الحاجيات الأساسية ضرورة نعطيك مثال البساط الناس تصوب لكارت ناسيونال أو عدم السواديق خاص هذا كان في كاريان في حين محمدي كان يمشي غير على رجله التروازيام أو كوميسير غير أحده في شريع أقبار كان يمشي تنقل على رجله هذا يخصوا ثلاثة موين ترانسبور كأنه في صفر في حين وهنا يحيلون هذا على الترانسبور ترانسبور بعض يقول بأن المنطقة التحدثت مؤخراً ثم انتقلتوا إلى هذه المنطقة كالكاريان سنتران ولكن شبكت الحافلات قليلة بزاف يعني كنش خطوط أو ثلاثة خطوط واذا هذه الخطوط تكفية حالياً باش تربطكم بواسط مدينة الضرب لا أولاً نسجلوا نقطة والحافلات اللي كان يندابع اللي خدات الشركة مؤخراً سحبت خط وما كانوا ثلاثة خطوط وما كانوا دي المنطقة كانوا يشتغلوا في المنطقة قبل مجي ترحي دينا ولكن حالياً كنش خطوط بمعنى أن الساكنة دي الكاريان سنتران اللي كان دينا وهنا بدأت عدة أحياء كالتراشر كنساعدة في ألف دي السكون كان البساتين كان كتف السكونية في غياب واحدة استراتيجية ديال الشبكة ديال النقل والتنقل لا سيما وأن هذا العنصر نعلم مدى مداه في الحركة الاقتصادية والتنموية إلى آخر لأن منطقة بدون مواصلات نحكم عليها بالنفي إذا إذا أنت تتفهم عن رأي يقول أن الهرويين والرحمة مثلاً هو جزر معزولة في مدينة الداربة بسبب غياب شبكة المواصلات طبعاً لأنه ما هو دور النقل والتنقل وهنا سأعطيك نعطي أمتلاحية الآثار السلبية ديال هاد غياب ديال وسائل النقل بشكل مطلوب نعم كنا التاكسيات ولكن المنطقة تتطلب شبكة من المواصلات تهليقوا بالكتافة السكونية وتهليقوا بحجم المنطقة وبمؤهلاتها هناك أناس إخوة وأخوات أعرفهم عن قرب أما هما كوتر سامحوا في خدمتهم أم الناس دابتهم وحد العدد كبير يعيش العاطالة بسبب نقص الحاد في وسائل النقل والتنقل السابق يتحرك من المنطقة من المنطقة من المنطقة من المنطقة ومن المنطقة لا تتبعى الضربية هذا إذا لا تتبعيش المدينة ولا تتبعيش لا تتبعيش الإقليم نحن لا تتبعيش للضربية إذا هذا لكانوا قوانين هذه قوانين تكون بجرس قلم ولكن على المسؤولين أن يأخذوا قرارات شجعة أمام هذا الواقع نعم كان واحد القرار قانون لأننا كان مجلس مدينة أما هذا إلى خيره ولكن على الجهات المسؤولة أنا أناشدهم باسم الساكنة هذه الهرويين كلها وليس باسم ساكنة كرانسا وطران باسم لكن المشكلة عن النقل التي تعاجع على مؤسسة التعاون بهذه الجامعات يعني شبكة النقل خاصة يكون إقليم مديونة ولا إقليم مديونة ولا إقليم مديونة دي كل تدخل في الإطار على نقل داخل مدينة نعم ولكن هناك كان إكرهات معنرف في اللجنة دي المجلس المدينة دي النقل وسيخدم عليها نشاء الله الرحمن الرحيم ولكن ما خصناش أنا دائما هنا أحمي المسؤولية لسلطات الأولى لرحلات المنطقة دي العين السبع حين محمد وعلى رأس الوزار الداخلي طبعا والمسؤولين دي المنطقة التي استقبلوا واحد الكم هائل من السكان في غياب إرفاقهم بالمستلزامات الحياة بما فيها النقل بالنسبة المجلس الجماعي الجديد هل قادر يحل هذه المشاكل هل يطرح الميزانيين والميزانيين التي هي قليلة لا كما يقولون المغربة يكذب عليك الكاذب أولا ميزانية ضعيفة وضعيفة لا تتعدى مليارين وخمسين مليون تقريبا وهذه مليارين وخمسين مليون فيها قرابة نصف مليار أكثر من خمسمائة مليون يوجد الأجور العراضيين التي نحن كمعارضة في أعلم السيبال وفيها ميتين وخمسين مليون في القازوار و الزاكسي سوار هناك تبقى الكفاءة المجلس المسير وعلى رأسهم السيد الرئيس إذا كانت عنده الكفاءة وعنده الكاريزما وعنده بعض النظر ويستحضر إذا كان يستحضر هذه الأبعاد الإنسانية والتنموية إلى خيره فأكيد سيشمر على يديه كما يقولون يمشي يجي مستثمرين يدير علاقة مع الجمعيات ولو دولية من أجل إمداد الجامعة بوسائل النقل والناس في المغرب دائمين فالتجاه هذا إنك تبقى تنمية المنطقة رهينة ماشي 100% ولكن حصة الأسد على رئيس الجامعة أنه إن كانت عنده كفاءات ووحد القدرة إلى خيره يبرع على مواريد من داخل من المؤسسات الوطنية ومن الجمعيات الوطنية ومن قطعة الخاصة ومن قطعة الخاصة إلى خيره يعني يبقى عنده دور كبير الغلق نأخذنا الهرويين نتكلمون على المناطق المحيطة بمدينة الضربضة المفروض بأن المناطق المحيطة بمدينة الضربضة تشكل واحد متصاص على حدد الاحتقال الذي كان على مستوى مدينة الضربضة بأن الناس يريد أن يستقرروا في هذه المنطقة ولكن هذا الواقع ليس تدرعوا لن يتشجعوا المواطن لن يستقروا مثلاً في الهروي أو في الرحمة أو في بوسكورة أو في ضرب بعض هذا النقطة أستاذي الكريم لأن الدولة بصفة عامة يعني المؤسسات التي تكلفت بترحيل مدن الصافح يعني كانت تخل القرارات وحادية الجانب لماذا؟ لأن لان ترحل دواوير وكريانات رخصة كل لجنة مختلطة في علماء النفس والرياضة وإلى آخره هنا لازمنا كنلقى وزارة الداخلية هي التي تسهروا على هذه المسائل إذن فش كننقلوا بين قوصين كنقولوا وشغرب غوية هنا منهم حالنا كنقولوا كننقلوا في كريانسا كننقل هاجيس والتخلص من الكريانات فقط هذا هو الواقع ولو أنا لا أشكك في الدولة والمؤسسة التاع ولكن الواقع ينطق هكذا نحن نصم بيريمي بهذا المعنى وش كنن كورقة انتخابية أو الله أعلم إذن ما دام غرّح له واحد الكم هائل من السكان خاصة نمجدولي الظروف دياله وهنا السؤال إحنا كرأيج جمعية ديالشيه اللي كانت تناضل في هذا الميل في هذا وبركنا مع مسؤولين وكانوا فرشون لنا الورود يعني إلا درجة أنهم صوروا لنا بأن الهراويين أول مدية العمران ستكونوا جنة أقسم بالله العيل العدي يعني إحنا والجمعية ساهمت في الناس باش يقبلوا الترحيل يعني أن الجمعية كانت خدمتهم على شكل موضوعي كنقول للناس تحول صب الميل لكي نبينه حسنية بأننا بغي نترحله ولكن كنقولوا المسؤولين موجودون هذا الشيء اللي قمت بينا إذا للأسف الشديد أن هذه المسائلة التي حصل جمعة مثلا لدينا أنا أقولها لا جمعة الهراويين ولا عملة الهراويين ولا السلطات والمسؤولين دي المنطقة دي المدينة بشكل المنطقة و بشكل موضوعي غير مسؤولين على الوضع اللي كنعيشوه وهنا أنا المنطقة ثم أرجع للنقطة دي المرافق العمومي إلى خيره أنا هنا أطرح السؤال لأن فوجئت قبل 15 يوما أنا أكثر من 12 سنة ولا زلت أؤمن بأن المدينة العمران أولى المشروع لا زالة في عهدة وعلى عاطق مؤسسة العمران فإذا بيك نتفاجأ بأن الجامعة الهراويين تلمات المشروعين دات لا ريسبسيون إذا هنا من هذا المنبر هذا إن كان كذلك فالجامعة الهراويين تتحمل مسؤولتها لا يهموني كان إكس ولا إغريق هذا كمرفق عمومي كي استمر سينو مؤسسة العمران هذا كنتم ديره في البرنامج انتخابي ديالي أن مؤسسة العمران يجب أن تبرك معنا ونرى الكي تشارج ديالها نرى مطابق للواقع أو إذا لم تكن مطابق للواقع تتحمل مسؤولتها وإن كانت لاريسبسيون دارة الجامعة فالجامعة الهراويين تتحمل مسؤولتها ولكن ليست لها القدرة على الإنفاق وحل المشاكل تتحمل مسؤولتك شكرا جزيلا شكرا بارك لوفيك سيد كريم بارك لوفيك سيد كريم متتابعي قناة أنفس برايس إلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله من برنامج كازا سيتي